أكد موقع ريسبونسبل الأمريكي أن نهج واشنطن تجاه اليمن هو تجسيد للإهمال الاستراتيجي مشيرا إلى أنه لن ينجح لأنه يكلف الكثير ويعرض حياة الجنود الأمريكيين المتمركزين في المنطقة للخطر وقال الموقع عن المشاكل الرئيسية في نهج واشنطن تتمثل في المخاطرة بزعزعة استقرار اليمن والمنطقة ورفضها الاعتراف بأن الحرب الإسرائيلية على غزة هي السبب الحقيقي لهجمات اليمنيين في البحر الأحمر وضاف الموقع أنه لا توجد لواشنطن أهداف سياسية ملموسة وقابلة للتحقيق وأن استمرار تبادل الضربات العسكرية بينها وبين القوات اليمنية يهدد بزعزعة استقرار اليمن ويدفع نحو حرب إقليمية واسعة النطاق ترجمة نانسي قنقر